بالفعل ميشيلا كما ذكرت أجواء صمت انتخابي تام منذ منتصف الليلة الماضية وسائل الإعلام هنا في الإقليم وكذلك في العراق أيضا توقفت عن بث الدعايات الانتخابية للمرشحين الجميع يستعد طبعا للمشاركة غدا في الانتخاب والاقتراع العام الذي سيبدأ منذ الساعة السابعة صباحا وحتى السابعة مساء بحسب تعليمات مفوضية الانتخابات نسبة المشاركة طبعا بحسب ما ذكر مكتب المفوضية هنا في الإقليم بالنسبة للتصويت الخاص للقوات المسلحة يوم أمس هنا في أربيل تحديدا بلغت 70% بحسب بلاغات مكتب المفوضية وهي نسبة ممتازة جدا ولكن المنظمات المعنية بشؤون الانتخابات في إقليم كردستان أجرت استطاعات رأي قبل أيام وظهرت النتائج بأن الانتخاب أو الاقتراع العام سوف لن يكون بهذا المستوى وهذا هو المتوقع طبعا وربما تكون نسبة المشاركة لا تصل في أحسن الأحوال إلى 50% كما هو متوقع بموجب تلك الاستطاعات إذن الجميع تطلع إلى يوم غد الاقتراع العام لكي نرى النتائج كيف ستكون والمنافسة طبعا مشتدة وقائمة بين الأحزاب الحاكمة في الإقليم تحديدا بين الحزب الديمقراطي الكردستاني أكبر الأحزاب الحاكمة وبين منافسه الاتحاد الوطني الكردستاني المتحالف مع حركة التغيير التي انسلخت منه قبل عشر سنوات وعادت لتتحالف مع هذا الحزب في هذه المعركة الانتخابية شكرا لك هيوة عزيز مراسلنا من إربيل